أنا عبدالعزيز حسن عبدالعزيز وأنا جوز الفنانة عولا غانم وعولا ضربتني بإزازة نبيت فعيني والولد رح شايلني ورح حدفني على الباب الباب أخدني وتكسر أنتوا تخلصتا السلام عليكم و أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مكملين مع حضراتكم الأخبار المتعلقة بالفنانة عولا غانم وزوجها رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب فبعد ما نشرت الفنانة عولا غانم استغاسها لحسابها في موقع انستجرام واتهمها الجزء بأنه ضربها هي والدتها وجاب لها بالطاجية وطردها من بيتها هنشوف دلوقتي رد جزء عليها اللي خرج للإعلام وقال إن عولا غانم مدمنة وإنها مش طبيعية وإنها ضربته بإزازة نبيت في عينه تفاصيل كتير معنا في فيديو النهاردة بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك وفعل زرار الجرس على كل الإشارات ضروري جدا جدا علشان كل جديد يجي لك لحد عندك وما تنساش تقول لي رأيك في موضوع الفيديو في التعليقات علشان نكون دايما على تواصل اتصدرت الفنانة أولا غانم الترند في جوجل وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي من مبارح والحد دلوقتي بعد النشرها بوست على حسابها في مواقع انستجرام عبارة عن استغيص الحرم رئيس الجمهورية وللمركز القومي لحقول المرأة بسبب تعرضها للضرب هي والدتها على إيد بلطاجية وترضها من بيتها وكانت قالت أولا غانم ان جزء هو اللي عامل فاكدة علشان تتنازل عن قضية الخلعة اللي رفعها ضده لاستحالة العشرة بينهم ومع انتشار الخبر ده خرج جزء رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب للإعلام عشان يوضح موقفه وقال في مدخلة هاتفية لبرنامج حضرت المواطن اللي بيتزعى لقناة الحدث اليوم ان أولا غانم جبت له بلطاجية في الفيلا وانهم ضربوه وسببوا لي كسور وقطع في ايده واتهم زوجته الفنانة عولا غانم انها مدمنة ومش طبعية وقال انا اتضربت وتكسرت من بلطاجية اللي حطهم عولا ضربتني بيزازتني بيت في عيني وولدتها ضربتني بحديد على ايدي والبلطاجية شالوني ورووني على الارض وقال كمان ان الفنانة عولا غانم مدمنة مخدرات وطلب عمل تحليل مخدرات ليها ونفق جزء كل الاتهمات اللي وجيتها ليه عولا غانم وقال انا مضروب ومكسر وقعت في فيليتي اللي عايش فيها من سنة 2012 ضباط الشرطة حراره محضر وتوجهنا للنيابة العامة كمان كشف رجل الاعمال عبدالعزيز لبيب عن سعب عودت زوجته الفنانة عولا غانم لمصر وقال انها رجعت مصر شهر اكتوبر اللي فات علشان تعالج اسنانها وعلشان تتابع حالب بنتها اللي قال عنها انها بتتعالج في مصحة لعلاج الادمان وفي نهاية الفيديو الظهر كده ان مسارسل عولا غانم وجزء الرجل الاعمال عبدالعزيز لبيب مكمل معانا فترة لان كل شوية حد يطلع فيهم يتهمي تاني بحاجة جديدة وفي النهاية انا بشكركم جدا لانكم كاملتم معايا الفيديو لحد دلوقتي على وعد بلقاء جديد والحد هنا يكون الفيديو خلص لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وقال اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد سلام اشتركوا في القناة